مساء الخير عليكم جميعا اتمنى ان ان شاء الله الفيديو ده يوصلكو وانتو في احسن صحة واحسن حال. انا كان على بالي من مبارح فكرة كنت عايزة احاول اجربها في القناة عندي. وهي يعني فكرة بتقرب للناس مفهوم او الناس الوسطاء الروحيين او الناس اللي عندهم شفافية. لان اه في ناس كتير بيؤمنوا ان ده مجرد خزعبالات وان الناس دي نصابة وانها يعني خدعة. مش حقيقة. اه في ناس عندهم او مصداقية اه او بيصدقوا في اه المصادر الاجنبية اكتر. او لما القصة تتقال من الناس الاجنب. ليه? لان الاجنب عادة بيفكروا بالعلم وبالمنطق ومش بيأمنوا بالحاجات اللي فيها اخوز عبالات. ده المتعارف عليه. يعني هما اغلب المجتمعات الغربية مجتمعات علمانية بتؤمن بالعلم اكتر من اي حاجة تانية بتبديها حتى على الدين احيانا. آآ فالفكرة ان آآ عايزين نشوف آآ بعض المصادر اللي من الاجنب اللي بتقول ان نا في حاجة اسمها روحانيات في ناس وسطاء روحيين او روحانيين. كمان في ناس بتسق في في الاجنب زي ما قلت بس الاسباب عبيتة شوية انا قاس فاقول اللي هي عقدة الخواجة. الاجنبي ما يجيش منه حاجة وحشة. ولعكس صحيح في ناس بتؤمن بعكس ذلك. بس انا بقى بتكلم على ان انا اخترت آآ ان انا اتكلم النهاردة آآ اعتبر اترجم اكتر من ان انا اتكلم من دماغي يعني مقال في آآ ريدرز دارجست آآ ودي يعني مجلة معروفة جدا آآ حقول فيها او يعني حترجم منها آآ مقال اسمه عشرين اوحجية او لغزة يعني تم حلهم آآ بواسطة الوسطاء الروحانيين الروحانيين او الناس الروحانيين يعني. اللي كان بالمقال ده اسمها لورن كان آآ وكان ابديت اخر مرة في تسعتاشر اكتوبر عشرين عشرين. طيب آآ انا هحاول اختصر هما عشرين قضية بس هشوف انا هقدر آآ يعني اقول منهم كم. ممكن اعمل الفيديو على مرتين مش لازم بكل مرة واحدة. هي بتقول في المقال بتاعها وانا هحط كل المصادر عشان ما يبقاش في اي انا بقول من الاولة هون ده ترجمة لمقال. هو ده مش افكاري انا الشخصية. ولكن انا هحط كل المصادر. يعني حسبت كل الصور والحاجات هجيبها من مصادرها ولو لقيت مصادر هحطها برضو. ده احقاقها للحق عشان النشر. يعني ده فعلا حاجة مش مش اجتهاد شخصي مني. الفكرة ان انا اعرض الموضوع ده اه ماشي ديش فكرتي يعني ان انا حط دي على قناتي لكن المقال نفسه مش بتاعي. فححط كل حاجة آآ كل مصدر يعني لاي حاجة انا بحطها. هي بتقول ان مش عشان آآ بعض الناس اللي هم اللي بيقولوا ان هم روحانيين آآ ممكن يكونوا نصبين. ده مش بيعني ان كل آآ الناس آآ كذبين او ان ما فيش حد عنده فعلا قدرات روحانية. آآ وفي الواقع بتقول ان آآ في آآ انسان روحاني هتلاقي ان هو لعب دور مهم جدا في كل لغز من اللغاز آآ الجرائم اللي احنا هنحكلم عن هذه. وهي بتقول ان انت هتتقمن بعد كده بان في حاجة اسمها ناس روحانيين. آآ لان نادرا ما بنسمع عن ان آآ قوى القانون بتمدح آآ وسيط روحاني آآ او بتبجله على اساس ان هو ساعد في حل جريمة. دي حاجة نادرة انها تحصل. ونادرا ما يستعان به آآ الناس الروحانين او الوسطاء الروحانين في التحقيقات الخاصة بالبوليس. على الاقل يعني آآ بشكل رسمي. ممكن يستعانوا بيهم بشكل غير رسمي لكن النادر جدا انت تسمعه هم استعانوا بيهم بشكل رسمي. وتقول على كل حال ان في ناس كتير من اللي بيزعموا ان هم روحانيين او سطاء. بالفعل عندهم آآ آآ ايه سوري بالفعل ما عندهمش آآ مهارات او آآ او مواهب يعني آآ حقيقية. هم بس بيستغلوا ان بعض الناس بتبقى نفسها تسمع اجابة حاجات هما مش عارفينها. آآ آآ فبالتالي بيحصل النصب هنا بقى. بس ده مش معناه ان مفيش فعلا آآ قصص حقيقية وآآ وقضايا حقيقية لعب فيها الوسطاء الروحانيين دور مهم جدا. ياما في ان هم يساعدوا على اكتشاف قدلة جديدة او في ان هم يثبتوا للمحاققين ان هم فعلا ماشيين في الطريق الصحي في التحقيق. وبتقول ان آآ عندها سجل بكل المعلومات اللي تم استخدام المصادر الخارقة للطبيعة فيها علشان حل آآ جرائم وفي تحقيقات بعد الجرائم. وهم كمان بيعرضوا بعض يعني عرضين بعض آآ المصادر دي موجودة هتلاقيها على على الملأ يعني معروضة. طيب انا هسكب او يعني هفوت شوية حاجات آآ ويدخل على اول قضية قضية اختفاء اندريا ديجل. آآ الشخص ده آآ في سنة الف تسعمية سبعة وتمانين بالزبط في يوم تسعة يونيا. آآ كان عنده آآ سبعة عشرين سنة. ويعني احداث القصة او القضية دي بتقول ان هو قابل آآ على العشا يعني صديق لي. آآ واتضح بعد كده ان هم شربوا آآ او يعني شربوا كحليات يعني. آآ ان هو عايش بعد. خلاص هو كده بعد الليلة دي ما حد تشافه. وما تسمعش او تشاف ان هو عايش. آآ لما اخبار اختفاءه وصلت لاخته آآ وانا عارفة الاسمين مش شبه بعض يعني هو اسمه آآ بتاعه حاجة وهي بتاعها حاجة تانية بس ممكن يكونوا اخوات من ام واحدة لكن مش من آآ نفس الابهات يعني. اخته دي عايشها في جنوب كاليفورنيا. لما وصلتها الاخبار آآ قررت انها تطلب المساعدة من آآ او من وسيطة روحانية. اسمها علشان آآ تشوف القضية اللي هي اصلا يعني قضية اختفاءه دي في آآ آآ فهي عايزة تشوف البوليس وصل لقيه? وايه الحاجة اللي ممكن يكون البوليس مش عارف يكتشفها بس تقدر تشوفها وتتوجههم ان هما يعملوا او تحقيق فيها. استخدمت صباعها. حطته على آآ صورة لديجل. واول ما حطت ايدها على الصورة وحطت صباعها على الصورة. على طول حست ان هو توفى خلاص. ميت. لان هو هو مختفي بالنسبة للبوليس وبالنسبة لأهله. ما حطش عارف هو مات آآ مختفي بقراطته الحرة ولا لا. البس هي اول ملمسة الصورة آآ بصباعها آآ عرفت انه هو توفى. حست بده. وهي شاهدت بده بعد كده في قضية القتل آآ اللي تعرف بعد كده انه هو تقتل يعني وبقت قضية ويعني من الحالات الندرة يوم ما يستخدموا شهادة في القضايا آآ خلوها تشهد في في القضية دي. كمان آآ قدرت تعرف على المكان اللي فيه جسة دايجو. تخيلوا? يعني مش بس عارفت انه هو توفى ده كمان آآ عن طريق او رؤة بتجيلها قدرت تعرف ان آآ 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 موجود او جسته يعني موجودة في المكان الفلاني. وهي قالت بالزبط انها هي موجودة في مستنقع في نيو اوريليونز. نيو اوريليونز سوامب. طيب الاكتشاف بتاعها ده ساعد ان هو يخلي القضية آآ تتعرف وتتحل آآ وده ادى بعد كده الى ادانة شخصين اتنين رجال آآ والاتنين بعد كده شاهدوا فعلا واقروا واعترفوا ان هم قتلوا آآ آآ كنوع من يعني يعني بدون سبب محدد يعني عملوها كده زي ما نقول آآ هو توفى آآ نتيجة الموضوع ده. آآ كور نفسها او المحاقيقة الروحانية توفت في عام الفين وخمستاشر. ودي كانت اول مسيطة روحانية او شخصية عندها آآ يتم الاستعانة بشهادتها بشكل رسمي في قضية ودي تعتبر سابقة يعني لم يسبقها لها اي آآ حد في العالم تقريبا او خلينا نقول في امريكا اضعف الايمان يعني ان هم يحطوا يعني آآ هي متعتبرش طبعا او محاقيقة ولكن هي تعتبر مسيطة روحانية ان هم استعانوا بيها وكمان خلوها تشهد على منصة آآ المحكمة ان آآ هي شافت في الرؤى بتاعتها آآ وحست الحاجات اللي هي احنا قلنا عليها دي دي كانت السابقة الاولى من نوعها في حاجة زي كده. انا بقول آآ خلي الفيديو ده آآ على القضية دي بس وخلي مش هعمله بقى على على مرتين هعمل كل قضية آآ ملي اللي مسكورة في المقال هعمل لها فيديو منفصل عشان تبقى سيارة ومعروفة حتى عشان كمان آآ يبقى سهل ان انتم ترجعوا لها بعد كده هخلي آآ كل فيديو منه عنوانه في اسم القضية عشان لو حبيتوا ترجعوا لها مرة تانية آآ تسمعوا ايه اللي حصل فيها. وهحط لكم كل المصادر زي ما قلت في صندوق الوصف عشان تبقى او مرجع لللي عايز يتأكد من المعلومة. وعلشان حقوق الملكية. لانها دي مش حاجتي. تمام? بشكركوا على وقتكو. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكو. وتنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. وهستاناكم الفيديو الجاي. باي باي.